يفترض بهذا المكان أن يكون حيوياً ممتلئاً بالبضائع يعج بالمارة والمتسوقين لكن أياد الفساد الحكومي حالت دون تحقيق ذلك إنه سوق التحدي الجديد أو ما يدعى بالسوق العصري في محافظة الديوانية المشروع الذي وصلت تكلفة إنشائه إلى ثلاثة مليارات دولار ونصف المليار ولا تزال أبواب محلاته التجارية المئة وستة وسبعين مغلقة أمام مستأجريها الذين تقطعت بهم السبل نحن والسوق كله يعني أنا واحد من عدفهم السوق نحن نحن نبسطين بالشياء العباد صاحب عكموش بسطيات فقالوا أنا راح أسوي لكم محلات ليش أنتم هناك أظلين راح أسوي لكم محلات وكلكم مصيرون بيها نفعلكم السوق ونكاملكم السوق وقعدوا بيه نحن آلاف العوال فاشتركنا كل خمسة كل ستة محل واحد البعض ذهب البعض يتخذنا كل محل بعشر ملايين بـ 11 مليون وخمس ملايين أخذنا محلات حفاظا على سمعتنا وشرفنا وعلى وضمال الدسمائح يجينا بهذا السوق تشيلونا من الشرع يجينا بهذا السوق أخذنا محلات تفاجأنا بالسوق لا تفعل قالوا أننا نفعلكم بالسوق وقد أسس هذا السوق حسب التصريحات الحكومية ليقدم خدمة لأبناء المحافظة عبر خلق فرص استقرار للعديد من الكسبات في السوق لكن تلك التصريحات ذهبت أدراج الرياح ففي كل زاوية من زوايا السوق شهد كبير على سوء الحالة التي وصلت إليها أوضاع أولئك الكسبة في أرجاء هذا المكان الذي بات موبوءا كل من سوى عقدة وكمل عقدة وكمله وورطونه وكل من صار بذمته هل قد مليون فجأة لأن السوق طلع ما أكو بعد لا رقابة لا سوات ولا أكل واحد أسس السوق يش ضل؟ السوق التحدي ضل كل الناس تعرفه بالدوانية ضل للنفايات وضل للسوال في الموزينة مشروع السوق الذي لم تكتمل أركانه بعد تلاحقه الكثير من قضايا الفساد بدءا من تكلفة تشييده وليس انتهاءا بعدم مطابقته لتصاميم المخطط الذي صمم له ورغم الوعود الحكومية الكثيرة بمحاربة الفساد والفاسدين إلا أن الكثير من ملفات الفساد الواضحة المعالم كملف سوق التحدي الجديد في الديوانية لا تزال تنتظر من يحقق في خفاياها